انطباع مانغا وان بيس الفصل 1097 and let's go يا هلا ويا مرحبا عزيز القرصان اهلا وسهلا بكم من او وير اوم اوم الفيديو كالعادة انا عندي سؤال بس يا جماعة خلونا نبدأ في الفيديو هتولي شخصية مرت بنفس ظروف كومة من تعذيب وتعنيف وطفولة بائسة وفقدان الام والاب في اسوأ واكثر الظروف ايلاما ومن ممارسات عنصرية طبق اتجاهه وطبقية قذرة ومع ذلك لما لقي حريته ما تحول لشرير ابدا الشر ما لقي لقلبه طريق ابدا كل الظروف اللي مر فيها كومة قادرة انها تصنع منه مشروع مرعب مشروع ذلا مرعب جدا ومع ذلك ما شفنا منه الا التبسم واحتضان الاخرين اي قلب تحمله بين ثنايا صدرك يا كومة فاكرين لما حكيت لكم زمان قلت لكم يا جماعة اودا بمجرد ما يبدأ يكتب ماضي وقصة كومة رح نشوف شي محزن ومؤثر ورح يخلينا نحب كومة اضعاف فوق ما احنا نحبه اهو وصل الفلاش باك وصلت التفاصيل اللي حكينا عنها كومة يا جماعة شخصية من افضل الشخصيات اللي في ون بيس لا محالة ورح تدخل في التب عشرة غالبة ايا اسمع اللي قبل كان مقدمة للفيديو كيف المقدمة بالله حلوة صح؟ بس خلينا اعلمك بسر بيني وبينك يعني بما اننا كلنا في الفيديو بيني وبينك السر هذا زر اللايك وزر الاشتراك ونشر الفيديو بلاش تخيل بلاش ما يكلفك ولا هلالا وزر اللايك ترى مش اجباري يعني مني قاعد يقولك حط لايك غصبا عنك لا اذا عجبك الفيديو حط لايك ما عجبك حط ديس لايك مرة عادي بسيني يضبط المظبيط كامون مين هتوقع بيننا عيش وملح يعني خلاص تخطينا الأمور هذه ما يحتاجه وصيك في كل فيديو وبالمرة شايق الحساباتي في صندوقه الوصف ما تتابعني في التب غير كده عزيزي القرصان يلا بينا نخش ونتكلم عن الفصل 1097 من مانجا وان بيس او خلينا نقول فصل كوما كده الفصل كوما يحكي قصة وتفاصيل شخصية كوما اللطيفة والرائعة جدا طيب يا جماعة الخير فصل اليوم عن كوما وجيني ولمحات بسيطة من صعود وظهور الجيش الثوري في بدايات وعرفنا شوية معلومات في فصل اليوم برضو يعني جديدة بس انها متوقعة مثل انه جيني غالبا هي اون بوني بنسبة 99% ولاحظوا اني تركت نسبة 1% عكسية لاني ما اثق في اودا فجأة تطلع بوني بنت فرانكي كيف بنت فرانكي يا وجيه؟ بالضبط ما تدري كيف عموما قبل ما نتكلم عن كوما يا جماعة خلونا نتكلم عن التقديم الجميل والرائع لشخصية جيني اللي تم في اخر كم فصل مش التقديم هذا خلوكم للتقديم هذا حق الياباني المنحرفين اقصد التقديم الكتابي لشخصية جيني الرائعة جدا من طيبة وحبيبة وشخصيتها جدا قوية لطيفة وتحب الخير وتقمع الشر وتحب كوما بعفاشة وجحاشة وهذيك حب غير مشروط حب غير مشروط يعني حرفيا جيني تكاد تكون شخصية كده فل بكيج مع اننا ما شوفنا عنها الا شيء بسيط لولا انه اودا يعني انفصخها وحطها في كنيسة ايش قاعد سوي اودا ليش انفصخها في كنيسة كيف انت انت كيف انت شكاشي شخصية جيني يا جماعة الى الان مصيرها مجهول لانه بنهاية الفصل تم اختطافها قبح الله وجه من اختطفها يا دوب كده بدنا نحبها ونقول يو نوسيش الشخصية الرهيبة الطيبة اللطيفة القوية دي انخطفت وغالبا اللي خطفوها هم عكومة العالم بنسبة مرة كبيرة وربما يا جماعة في قادم الفصول راح نشهد صراع مرعب لكومة في مريجوى لمحاولة استعادة محبوبته جيني واعتقد والله اعلم انه كومة راح يلقى نفسه في النهاية امام مفترق طرق وراح يضطر انه يتخذ قرار بائس ومؤلم جدا والقرار هذا هو اللي راح يوصل الى ما وصل اليه الان شخصية كانت تفقد وعيها وانسانيتها وتحولت الى سلاح بشري وآلي في نفس الوقت بمعنى شنو يا وجيه بمعنى يا جماعة ان كومة راح يصل الى حكومة العالم وقد تقوم معركة طاحنة بينه بينهم مثل ما قلنا وبحكم ان حكومة العالم مهتمة بعرقه ومهتمة حكومة العالم بشكل عام بالاعراق النادرة مثل كايدو مثل كينغ وشفناهم كيف كانوا يسوي عليهم تجارب في المختبرات لاغرار تسليح حكومة العالم وتطوير اسلحة وما الى ذلك وصناعة الباسفيستا والسير في مغيره فكومة في مرحلة ما راح يسلم نفسه لحكومة العالم مقابل انه يتم اطلاق سراح جيني يا جماعة الخير انتوا تبحثون عني وتدورون العرق النادر اللي انا انتمي له وانا اخر من تبقى ربما من هذا العرق وذوني ويعملوا فيني اللي تبغونه ولكن دعوا جيني تعيش من دون اي معاناة والاتفاق هذا يا جماعة راح يكون سري للغاية وما راح يعرف عنه اي احد ربما دراجون وشخصيات وقادات كبار فقط في الجيش الثوري وحكومة العالم ايش اللي خلاني اقول هذا الكلام لو فاكرين يا جماعة جيني في فصل اليوم كانت تقول لها اكوما خلينا نتزوج قالنا نتزوج انت مجنونة وفي نفس الوقت كده جاله فلاشباك لاش صار لامه وابوه له يوم كان صغير وكأنه يحكي لنفسه ويقول لو تزوجت البنت الطيبة هذه ممكن اسبب لها اذى مستقبلا ممكن يصير لها مثل ما صار في امي وابوي زمان ولكن وقتها ابو كوما وام كوما مساكين ضعافوا الله ما عندهم شي ولا في قوة ولا فواكه ولا اي شيء وكون كوما الان يا جماعة قوي ومنتمي لجيش الثوار وعنده قوة فاكهة فقدر انه يفاوض حكومة العالم بقوته ويقول لهم يا جماعة خذوني انا ولكن اترك وجيني تعيش ومش بس تعيش ما احد يتعرض لها لا هي ولا اي شخص من ذريتي الى نهاية الزمن وبالفعل حكومة العام توقع الاتفاقية دي معا مش بالضرورة توقع معا عقل يجلسونه ومبروكة يعلم هم فهمتوا الفكرة ويتفقوا معا على هذا الاتفاق ويخلوه كمان رئيس او ملك مملكة سوربيت وكمان يعينوا تشيبوكاي بحيث يساعدهم في اغراضهم ايش ام ملاحقة القراصنة وغيره ولاحقا بعد ما يرجع المملكة سوربيت يصير هو الملك وجيني تصير هي الملكة ويخلفون طفلتهم الاولى والوحيدة بوني وبرضه جزء من الاتفاق بنت ذي بوني وزوجتي جيني ما حد يتعرض لهم ابدا 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 وهذا هو السبب يا جماعة اللي خلى فيغابانك ما يعلم بوني سبب التجارب اللي اجراها على ابوها لانه كوما شخصيا ما يبغى احد يدري ما يبغى يعرف التضحية اللي سواها في سبيل زوجته وبنته ما يبغاهم يدروا ان نضحى بنفسه وحياته لاجل يظلوا عايشين بسلام زوجته وبنته ولاحقا لما بوني مسكها اكاينو شفنا كيف اطلق صراحها اكاينو يطلق صراح بوني مش لانه طيب مش لانه لطيف لا 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 لانه فيه اتفاقية هو ماضي عائد ما حد يقدر يؤذي سلالة كوما واي شخص ينحدر من سلالة كوما زوجتي بنتي ابن ام واحد يقرب لهم انا بوافق على كل اتفاقياتكم وبخليكم تسوي التجارب اللي تبغوها علي بس بنتي وزوجتي مرة لا حد يقرب لهم وإلا راح اقلب ام مريج وفوق تحت خلونا نلخص الكلام اللي قلناه على السريع بعد توقيع الاتفاق هذا بين حكومة العالم وكوما كوما رجع لمملكة سوربيت وتم تعينه كملك وزوجته جيني كملكة وخلفوا طفلتهم الاولى والوحيدة بوني وبدأ هناك كوما في تنفيذ خطته الثانية اكيد كوما ما يبغي يضحب نفسه كذا اوكي باحمي بنتي وزوجتي بس عندي خطة ثانية نيكا يا بوي عندي فيه فيه اشياء اهم تحرير العبيد عنده 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 افكار كثيرة ما راح يضحب نفسه ويقعد امتكي عند البحرية لا فكوما جالس يحاول طول الفترة هذيك انه يسوي الدعم للجيش الثوري والدعم لتحقيق نبوة الجوي بوي قدر الامكان وقبل ما يفقد وعيه وانسانيته ويتحول الى روبوت بلا وعي للأبد ولكم ان تتخيلوا كمية الفضل اللي عمله كوما لعالم ومبيس مش فقط لزوجته مش فقط للجيش الثوري انما كمان كوما له دور كبير جدا فيه اعادة ولادة او اعادة احياء نبوة الجوي بوي وارخبيل شابوندي وترحيله للطاقم كل واحد الى جزيرة معينة لهدف تطويرهم خير دليل ومش بس كده رحلهم وجاله سنتين كاملة يحمي الساني جو كل هذا علشان ايش؟ علشان يحقق نبوة الجوي بوي انتم متصورين كمية التضحيات اللي سواها كوما متصورين كمية التأثير اللي تركوا كوما داخل قصة عالم وانبيس شي كبير ما رح نقدر نوصفه ابدا عموما يا جماعة خلونا نرجع كمان شوية في ماضي كوما وعن طيبة كوما وقد ايش هذه الشخصية رائعة جدا تخيلوا ان كوما تعذب تمردغ انسجن اتعنف اتيتم اكل تراب الين داخل من يوم طلع من بطن امه هو عايش حياته عيسى جدا ومع ذلك لما لقي حرية وصار حر ما اختار انه يكون انسان حر يأكل ويشرب وينام وبس لا بل استخدم كل قوته لأجل الخير يا عمي كانوا يجونوا العجاهز في الكنيسة تعبانين ظهري روماتيزيوم ركبي وجعان يمتص كل الالم اللي فيهم ويطلعوا انا نسيت جزئية انه الالم اللي يطلعوا من الناس ما يروح يتجمع على شكل هالة او على شكل كفقط وكان بعد ما يروحوا يروح يمتص الالم هذا كله وياخذوا داخل جسمه ويتعذب الين يعضى الارض ويطيح يغمى عليه يطلع منه دخان والشيء هذا ما يسوي مرة في السنة ولا مرة في الشهر لا مرة كل اسبوع هل هو مجبور لا هل هو قاعد ينافق علشان يوصل لمنصب معين لا كوما فقط قاعد يسوي الاشياء هذه كلها لانه في جوهره شخص وانسان طيب فقط ومش طيب بس طيب جدا تخيلوا مع كل الظروف اللي مر فيها كوما ما قال طز في العالم ما قال والله لانتقم من اعدائي وادعسهم دعس لا اي نعم عنده محاولة للانتقام ولكنها ما رح تكون بنفس البشاعة والألم اللي عملوه في حكومة العالم زمان بأقل وأقل الأضرار قدر الإمكان شوفوا ما في شخصية بلا عيوب مرة مسكومة ايش العيب اللي فيه ايش العيب اللي فيه غير انه فقط من عرق نادر ما فيه اتحفوني في التعليق اتحفوني طيب يا جماعة الفصل للأمانة ما فيه تفاصيل أكثر من كذا غير اللي حكينا عنها ولكن دراجون ومثل ما توقع الكثير بالفعل طلع جندي من البحرية او جندي سابق في البحرية وحقيقة جيش الثوار يا جماعة يجمعهم سببين عادة او خلونا نقول وجهين لعملة واحدة ان تكون في الجيش الثوري معناته اما انك شخص تعرض للعبودية والاستعباد والذل والمهانة او انك شخص كنت في البحرية وشفت فساد وعدالة البحرية القذرة وقررت انك تنقلب عليهم اثنان لا ثالثة لهما اما تكون جندي في البحرية سابق وشفت مصايبهم او تكون شخص تعرض للعبودية والاستعباد والعذاب وقررت انقلب عليهم وهذه هي قاعدة الثوار بشكل عام ودراجون طلع من الفئة اللي كانوا في البحرية بالرغب من اني كنت متوقع انه يكون مستعبد بطريقة ما ا انا لا او سراع بس توقعت كذا وممكن ما زال فيه نسبة انه يطلع كلامي صح الله اعلم عموما طبيعي جدا انه دراجون يكون في البحرية كون ابوه جارب اصلا في البحرية ولكن غارب اختار انه يغير البحرية من داخلها ودراغون قرر انه لا يطلع من البحرية ويحاربها وجها لوجه متى بيبدأ يحاربهم الله اعلم ولكن رضوان يقول في الفصل 1100 ابرا شانكس يقول في الفصل 1100 العالم كله قاعد يقول الفصل 1100 بيظهر في دراغون لو ما ظهر في دراغون باجا ما حطكم واحد واحد عام وبس والله يا جماعة الى هنا نكون وصولنا لها الفيديو فصل رائع جدا جميل وتعرفنا فيه على شخصيات جديدة كثيرة من هالشخصيتين اللي كانوا مع جيني وكوما اكتشفنا انهم نفسهم اللي ضمن طاقم بوني تفاصيل صغيرة كذا تشوفها في الفصل ولكنها جدا جميلة وتعطي طابع درامي جدا وربط رائع للحظة اعطيكم العافية يا جماعة هابلوا لايك على الفيديو لو اعجبك اشترك في القناة لو ما كنتم يشتركوا على الجرس التنبيه تعال تابعنا المواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش كل حساباتي موجودة في صندوق وصف كم معاكم الوجيه هشوفكم في الفيديو القادم